موسيقى 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 يعطينا النصائح في المباريات النهائية لها طابع وهو لا ذات خبرة وبالتالي ما قصر معا اي معلق على مساء الله ولها تأثيره لان الكل كان يشوف الاستاذ محمد الباكر كقدوة احنا كمعلقين نفس السؤال طرحت على استاذ جعفر الصلاح قبل قليل ثلاث نصائح توجهها لمن يريد ان يلتحق بسلك التعليق بالمملكة والله التعليق الان اختلف تماما عن الاول والكان الصراخ المبالغ فيه بالاهداف بالوصف الان التعليق يجب ان يكون انا نصيحت لكل معلق ان يبحث عن المعلومات يبحث عن وصف المباراة كامل والملعب لان هناك من لا يرى في المباريات كفيفين يبحث عن المربعات الملعب وعجزاء الملعب المعلومات اللي تفيد لان احنا نرى غيرنا من الاخوان اللي ما يشوفون مثلا الكفيف ما يشوف هذا يمكن احد العلمين وصل لنا اشادة لجعفر الصيح وليه ان احنا من المعلقين اللي نصف الملعب على اساس وبالتالي تصل الكفيف بشكل اسرع غير اللي يشوف طبعا النصيحتي مثلا اتفضلت ان التعليق ابتعد تماما عن الصراخ والاشعار الان وصف الملعب وصف الاهداف بطريقة سليسة وسهلة ومع المعلومات بعيدا عن مجال التعليق بعيدا عن حفل التكريم كيف هو مستقبل فريق الوسام انت جيت على الجرحة والله فريق الوسام حاضر لازال وان شاء الله كنا حاضرين معكم فاخر بالطولة انت واجه خير علينا وان شاء الله يكون لنا حضور في بطولة تكونوا موجودين ونحققها ان شاء الله شكرا لكم مجموى وان شكرا لكم اشتركوا في القناة